سهلا الخير مساء الأنوار أهلا بحضراتكم في برنامج شاهد على قناة الصحة والجمال طبعا زي ما احنا عارفين النهاردة والذكرى السبعة والبعين اللي ذكرى ستة أكتوبر وطبعا زي ما احنا عارفين كيف سهلا حضرتكم طيبين ديملت ديميانة قبل ما نرحب بديوفنا عايز بس أخد حاجة بسيطة كده عايز أتكلم عن الإسرار الإسرار هو اللي خلانا أن احنا نقدر ننتصر في سبعة في تلاتة وسبعين تمام بني أحب ديوفنا أستاذة سابرين والأستاذة طبعا طبعا دولة العزيمة والأراضة ما كناش هنبقى مع الأستاذة الكبيرة أستاذة الكيمة والكومة وريهام سعيد نرحب بكم نحب نعرف انتو اختارتوا ازاي علي انا اختارتوا ازاي علي لاني مانا صغيرة حلمي وانا اطلع مزيئة فضلت ورا موضوع ده الحد الحمد وما وصلت الهنا رأيكم ايه في الأكاديمية؟ جميلة جدا وبتشجعنا ان احنا نبقى حاجة كبيرة وبتفضل ورا حلمنا عشان نكون مزيئين كبيرا ايه اللي تعلمتوه؟ ايه اللي تعلمتوه؟ ايه اللي تعلمتوه منو كانت تشاهد؟ وبالأخص أستاذ الهام سعيد؟ الثقة بالنفس يعني نحما نعرف عايفتو كرسة عن طريق نفسنا وازاي نفضل ورا حلمنا لحد ما نوصل له كان بتدينا دعم كبير جدا حتى لو فيه حاجة بسيطة مثلا انها حاجة مش مضبوطة فينا تغيير بسيط ايه اللي تعلمتوه بسيطة بتوجيهنا وكانت بقلينا نعمل ايه بالضبط؟ عرفتو الكرسة عن طريق ايه؟ ايه الفيسبوك؟ انا عرفتو عن طريق الفيسبوك طب و ايه اللي خليكم مصممين انتم اخذوا الكرس ده بسيطة؟ هو انا الاول لما شفتوه على الفيسبوك اعرف اللي هو عادي قلت شوية تمام وهقدم بس اصررت اكتر لما لقيت اتزاري هام نازلت بيجا عندها نازلت بيجا عندها وشفتو وقلتو طبين بقى يعني كده سيكة يعني ايه بيجا بردون سيكة ليه؟ بتلاقي دعم من الاسرة؟ ايه طبعا ايه جدا ايه دعم من الاسرة من ناحية من كلنا لو في حد مثلا عنده حاجة نقصة فالتاني بيكمل هالو بيعرفونا ازاي يعني انا بصلا دروقتي في الاول ما كانش عنده تحتة السيكة دي فكما الناس اللي حوالي ادوني دعم والدوني سيكة ازاي اخد فريم النفسي بردو كايس؟ حاسين ان الكورس افاتكم ولا؟ او طبعا كتير اثر في حياتكم العملية بس هو اثر من ناحية اكتر حاجة عارفة بالتكة في النفس ويأثر في ان احنا عايزين نكمل في طريق اللي احنا عندنا نستعزينكم معنا مداخرة معنا استاذ الراهم سعيد تفضل يا استاذا الثانية واحدة يتوصلونا بيهو كده طيب نكمل استاذ الراهم سعيد انتو NO انتقع الاتصال هنرجع لكم مرة تانية الافتصال طب نشوف الاتصال ونرجع تاني طب لما اتفجعتوا برهام سعيد وقوة مرة كنت شفتوها ايه احساسكم؟ رهبة كان في رهبة في الاول وهي فتراحة حاولت تكسر فينا الحاجز ده عشان قطر نعرف نتعامل معيها وقدرنا يعني نحاول بس لسه فيه سنس كده بسيط شايفين نفسكم فين بعد خمس سنين؟ ان شاء الله يعني نبقى من الشغل في الاعلام يعني رب يعني مين مساركم الاعلى في الاعلام؟ مين اللي انتم نفسين؟ لهم سعيد لو حد غير اهم؟ موناش حسيني الكورس اضاف لكم في حياتكم او طبعا كتير جدا ثقة بالنفس ومحنا مكناش اصلا في اول فيديو ولينا خلص طبعا لهم سعيد حاجة واحنا دلوقتي حاجة تانية بنسبة كم في المية حسيني التغيير ده؟ 80% طب جهزت المدخلة؟ لسه تمام طب انتم يعني نفسكم تبقوا ايه؟ او شايفين نفسكم بعد خمس سنين؟ يعني انه زيعة جبيرة مثلا انت بنساعد الناس بنساعد الناس طب ليه اخترتوا بالذات زيعة ما اخترتوش علاقات ولا صحافة؟ يعني يعني عشان خطر انا من نوع صغيرة انا كنت اطلع في الالام وبقى اطلع يعني من نوع صغيرة طبعا اصلا ريهام سعيد فعرف انت كنت متابعيها فانا حبيت اكتر التلفزيون وحبيت اكتر الكاميرا فانما الازاعي حبيت تقدموا برامج من نوع ايه؟ ايه بنساعد الناس برضو زي انا هم ساعد بصة لا انا بصتي ممكن تبقى برامجة ساعد فيها الناس مثلا او عارفة انت البرامج بنحكي فيها قضايا المجتمع كده نتكلم عن حياتك اللومية ايه اكتر حاجة تصحب تحب تعمليها او تمرسيها بشكل يومي نعم حاجة السوشيال ميديا طبع انا بنيزبلي اكتر حاجة بعملها او من بصحة بشكل كافي تدعم ممكن اقرب اكتير اقرب اكتير يعني بحب الاراية جدا مين اكتر حد بيدعمكم في النقل تخشوا المجال واكتر حد صفورتوا فيكم انا بابا جدو ماما بس طبعا بقيت دلوقتي بردور يمس علي ممكن اجاوب بردور فسته تقليمي انا انا والدتي والدتي دعم ليها كبير احبها وجهها الشكر من مكاني هنا والدتي وابوي عليها فضلي كبير جدا 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 ربنا يا رب يبارك في كل الابهات والامهات انا برضو لازم اقول كلمة عن بابايا لان هو اكتر حد بيدعمني في الحياة دي حقيقي بحب اشكره جدا لان هو السبب ان انا كن هنا النهار وان اعتذر لكم سيدة ريهام سعيدة مش هتقدر تدخل معنا في عطل ان اعتذر لكم جدا وشكرا شكرا لكم جدا ان شاء الله واتمنى التوفيق لوكالة شاهد اتمنى التوفيق لوكالة شاهد هي اضافة كبيرة جدا لنا وان شاء الله في مزيد من النجاح شكرا